الاتحاد الأوروبي والذي يواجه منذ العام الفائت حتى الآن تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادية بسبب المشاكل الاقتصادية والسياسية العالقة كقضية البريكزيت والخلافات حول السياسات الاقتصادية الحماية للوايات المتحدة الأمريكية فإن النمو الاقتصادي في الربع الأول لهذا العام جاء أفضل من التوقعات مقارنة بالربع الأخير من عام 2018 رغم الحرب التجارية المعلنة بين الصين والولايات المتحدة وأيضا الإجراءات المعتزمة بأن الولايات المتحدة تتخذها في الاتحاد الأوروبي صاد منطقة الاتحاد الأوروبي حق نمو بواقع 0.5% وخلال الربع الأول المنطقة اليورو في حدود 0.4% وأيضا الاقتصاد الألماني في حدود 0.4% بعد أن كان قد وصل إلى مرحلة الركود في الربع الأخير من العام الماضي 2018 كذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الألماني والذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي للكتلة الأوروبية فاجأت توقعات أيضا بتسجيله نسبة نمو في الناتج المحلي بلغت 0.4% في الربع الأول من العام 2019 وذلك حسب تقرير لمكتب الأحصاء الاتحادي بالنسبة للاقتصاد الألماني هذا النمو ونعرف بأنه هو الحاسم في موضوع الاقتصاد الأوروبي بأنه عائد لمؤشرين أساسيين المؤشر الأول هو التوسع في أعمال البناء والمؤشر الآخر يتعلق بالاستهلاك الداخلي أيضا موضوع التشغيل بنعرف بأنه ألمانيا تقريبا التشغيل في أعلى مستوى له والبطالة في أدنى المستوى لها منذ الوحدة الألمانية فيما انعكس تباطؤ النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بشكل عام نتيجة للنزاعات والحروب التجارية بين الاقتصادات الأكبر في العالم إضافة للصعوبات الاقتصادية وتراجع النمو التي تشهدها عدد من الأسواق الناشئة الرئيسة مثل تركيا هذه التحديات انعكست سلبا وبشكل مباشر على مستوى النمو الاقتصادي العالمي الاتحاد الأوروبي لا يزال هو رقم واحد في موضوع التجارة العالمية يشكل تقريبا ثلثة التجارة العالمية هذا له أبعاد وهذا النمو رغم التحديات الموجودة وعدم الثقة سواء ما يتعلق بالبريكسيت أو الحروب التجارية علاوة على التوترات الإقليمية في مناطق مختلفة في العالم والتراجع في النمو لدى كثير من الدول الناشئة مثل تركيا مثل البرازيل وقنوب أفريقيا هذه أيضا لها تأثيرات لكنها تأثيرات محدودة وبالتالي عامل النمو في الاتحاد الأوروبي بالتأكيد له دور في عملية استقرار الاقتصاد العالمي